وهذه التصريحات من جنب المجلس العسكري الانتقالي ومزيد من التفاصيل من عندك نعم يعني هي طبعا كانت كلمة بعد غياب طويل لنائب رئيس المجلس العسكري عن المشهد أقصد مشهد المخاطبة كنا قد تعودنا خاصة في الفترة الأخيرة من شهر رمضان عن خطابات متواصلة بشكل دوري ويوم طابعها في الغالبية كانت تلبية لدعوات في الغالب ما كانت تكون خلف الإدارات الأهلية والقبلية والتي من الواضح أنها باتت تصطف خلف الرجل أو تحديدا خلف المجلس العسكري الانتقالي كانت هناك مسيرة حاشدة أيضا في أواخر شهر رمضان لمبادرة أهل السودان ضمت مكونات هذه المواكب يعني هيئات قبلية وإدارات أهلية أعلنت تأييدها واصطفافها للمجلس بل والدعوة لأن تفاوض المجلس ليدير الفترة الانتقالية كاملة وبالتالي لقاء اليوم لقاء جري وهي منطقة خارج العاصمة الخرطوم يأتي في هذا السياق طبيعة الحاضرين كانت تشير بالفعل إلى زعامات قبلية حتى المخاطبين كذلك الكلمة ضحى كما تابعتموها حملت العديد من الإشارات أبرزها محاولة الدفاع عن القوات التي يرأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو والمعروف بحميتي والتي كان تواجه اتهامات كبيرة حول انتهاكات إن كان في ساحة الاعتصام أو دورها في فضل الاعتصام بحسب ما يتناقل ناشطون وكذلك قوى إعلان الحرية والتغيير أو بعض الممارسات التي صحبت عملية فضل الاعتصام هو يعتبر أن هذه وصفها بأنها مؤامرة قصد بها تشويه هذه القوات تحدث عن أسماء متورطة لم يسميها تحدث عن مجموعة من السفراء يقصد طبعا سفراء سودانيين كانوا يعملون بالخارج وقال إن لديهم تسجيلات سيفسحون عنها وأنه لا يريد أن يستبق التحقيقات سياسيا طبعا أشار أو كال سيلا من الاتهامات لقوى إعلان الحرية والتغيير وصفها بأنها تعمل على الإقصاء ولها أجندات وأنهم وصف الحجد بأنه كبير وطالب بالمزيد من الحشود لتفويض المجلس العسكري ملوحا بأنه ربما يمضي في تكوين حكومة كفاءات في معنى واضح بتجاوز قوى إعلان الحرية والتغيير لتدير الفترة الانتقالية وبالتالي طالب باستمرار الحشود في السياق أنها تفويض له ليمضي في هذه الخطوة نعم طيب أيضا هناك زيارة مرتقبة من الأمين العام لجامعة الدول العربية ماذا نعلم من معلومات والتفاصيل حول هذه الزيارة المرتقبة ما هي الاجتماعات المرتقبة مع من سيجتمع الأمين العام حتى اللحظة من معلومات متوفرة لديك نعم بالأمس مهد لهذه الزيارة بلقاء لمساعد الأمين العام للجامعة العربية التقى اللجنة السياسية الفريق أو الركن الفريق الركن شمس الدين الكباشي والفريق ركن أيضا ياسر العطى وتحدثا لم يكن هناك تصريح بل تعميم صحفي عن دعوة وحث الأطراف لتجاوز الخلافات وضمان استقرار البلاد أشرنا أيضا أنه متحدث عن زيارة مرتقبة للأمين العام للجامعة الدول العربية للدخول في جهود الوساطات المبذولة حاليا طبعا من المتوقع أن يلتقي طرفي التفاوض المجلس العسكري التفاوض المتوقف طبعا أو المعلق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قبل قليل توجهت بهذا بسؤالك إلى قيادة بقوى إعلان الحرية والتغيير هل هناك أي اتصال للقاء من وفد الجامعة العربية وفد الذي يرأسه الأمين العام للجامعة نفى علمه أو علمهم حتى الآن ربما في الساعات القادمة سيتم إبلاغهم رسميا بموعد للقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا المقترح من قبل المجلس العسكري بتشكيل وزاري وتمهيل الانتخابات هل هناك من أي ردود أفعال رصدت حول هذا الطرح نعم هو طرح ضحى إن كنت تذكرين ليس بالجديد في أعقاب قبل أتصام الحيادة وفي خلال الكلمة التي وجهها هو طبعا بالنسبة للقوى إعلان الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى وإن لم تتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض هذا المبدأ مبدأ ما يمكن أن يصفوه بالاستئثار بالسلطة أو المضي تجاه خطوة أحادية أشير هنا إلى أن مساعد الوزير الخارجية الذي كان يزور البلاد للشؤون الأفريقية كان قد حذر الطرفين أو أعلن أنه من غير المقبول أي إجراءات أحادية هنا نشير أيضا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا كانت قد أعلنت أو تسرب أنها حددت رئيس لمجلس الوزراء ومرشحيها الثمانية للمجلس السيادي وبالتالي هذا التحذير الأمريكي للطرفين وبالتالي هذا هو المشهد الجديد إلى أي مدى سيتم قبول ذلك إقليميا ودوليا ولكن المجلس يبدو أنه يحتفظ بهذا السيناريو لا نعلم مدى جدية التي سيمضي فيها هل هي تلويح أو تكتيك تفاوضي أم أنه جاد بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمثل هذه الخطوة التي لا تحمد عقباها وفيها كثير من المتاريس والعقبات إن كانت داخلية أو حتى عبر المواقف الدولية الداعية كلها إلى ضرورة أن يتم التوافق بين كافة أطراف المشهد شكرا جزيلا لك مرسل الحدث سعد دي شكرا جزيلا لك